رسالة تقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا شيخ أرجو أن أين ذهبت؟ نعم أرجو أن تخصص مقدمة عن الاعتناء بالوالدين خصوصا إذا بلغوا في الكبر وهو بحاج العناية والأبناء يتعازمون على أبيهم وكأنه هم عليهم أعلم رجل عن قرب عن قرب ليس فقط عن قرب لا أريد أن أذكر ماذا يكون لي لكن أشاهد من أمر أن يعلمه علم اليقين هذا الرجل أسأل الله له الرحمة والله كان حينما يرى أباه أكون جالس معه يقوله أسأل الله أن يموت أقول له يا خير ما يجوز اتق الله أقول له أسأل الله أن يموت فأقول له ما يجوز تدعي على أبي أسأل الله أن يموت والله العظيم لو للحيال أخبرتكم من هذا الرجل بالنسبة لي فالمهم يقول أسأل الله أن يموت أقول ليه ليه تدعي على أبيك ما يجوز قال هذا على قلبه مال هكذا والله يقول هذا على قلبه مال هكذا يا شيخ يريد أن يارثه مات الولد الذي يدعى على أبيه قبل أبيه بخمس سنوات هذا الذي مات والله مات قبل أبيه بخمس سنوات ليس هنا فحسب هذا عبرة لكن ليست هذا العبرة الذي مات ترك سبعة من الأبناء سبعة من الأبناء في حكم الإسلام الشرع لأنه مات قبل أبيه أبناؤه لا يرثون الجد علم الشرع الإسلامي لأنه مات الرجل الذي يعرفه قبل أبيه لما مات الجد لم يرث شرعا هذا حكم الله فحرم أبناءه حرم نفسه وحرم أبناءه من ورث أبيه جزاء وفاقة كان يدعو على أبيه بالموت فأماته الله قبل أبيه ولما مات مات أبوه جده جد الأبناء ما ورث منه درهما واحدة وأعمامهم علم ما تصدق عليهم بدرهما فشال الأمر هكذا الدنيا أنا يعني أحسن إلى أبيك يحسن الله إليك ليس تطوعا أنا أتعجب الناس بعد والله يا شيخ أنا أتحمل أمي غصب عنك أن تتحمل أمك هذا ليس تشريفا بل تكليفا علم هذا تكليف هذا أنا أتعجب الناس والله يا شيخ الوالد يتعب نها لا ما يتعبك الوالد ما يتعب وإن كان شديدا لسانه وصلت ما يتعبك الوالد لكن الله عز وجل يريد أن يرى ماذا تصنع بأبيك يا أخي أنت ستكبر غدا ستكبر غدا سيصبح لك أبناء سيصبح لك أبناء وسيدور عليك حتى تبلغ الضعف ويظهر الشيب وترجو من أبنائك ابتسامة نحن أجمل لحظات حياتنا حينما أبناؤنا يعني يتعبون ولا تفعل ويفعل وأجمل لحظات الحياة حينما تستيقظ على بكاء ابنك وتحمله على كتفك وتضرب عليه ضربا خفيفا حتى ينام وأبوك حينما يبلغ من الكبر عتية لما ما يأتيه النوم ويمشي في أرجاء المنزل يا أخي نام يا أخي أين تذهب فتقع في العقوق تبتلى في العقوق أو حينما يعني دعه يموت يا أخي هذا الوالد خلاص خرف ما أدري نحن في أي جيل في أي عصر كان ابن سرين أعلم أحفظ طبعا كان إذا حل الظلام يمشي أمام الوالد يمشي أمام أبيه وفي الصباح يمشي في الخلف يعني هذا مثلا ابن سرين يمشي خلف الوالد في الصباح في النهار عكس يمشي أمام الوالد سؤال لماذا؟ قال في الليل أخشى نهجم عدوا أسدا سبعا فأدافع عن أبيه أما في النهار فالعينه تبصر فإجلالا لأبي يمشي أمامي نحن لا 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 هذا لا يمشي مع أبيه أصلا فأغسل يديك يعني فأين نحن نحن نعاني الآن من العقوق نعاني نعاني بأشد ما تستطيع لا أريد أن أدخل عسى الله أن يهدي الشباب لكن والله هذا الرجل كان يدعو لبيه أصلا يموت على قلبي شيخ هكذا من الأموال لكي يرثوا مات قبل أبيه وحرم أبنائه هكذا رب جل وعز جانه من نظر في سنن الله عز وجل في الكون ربما يقطع اللسان على أن يهفوا بكلمة واحدة تغضب الرب سبحانه الله إن الرجل يتكلم بالكلب لا يلقي لها بالا تكون من سخط الله فيلقى في جهنم سبعين خريفا أين نحن وأين على كل أسأل الله عز جل الهدائي للجميع